مصر اللي وقفة تخيل يا أخي الأمريكان شايفين تخيل شايفين إن مصر هي اللي وقفة الدول العربية شايفة إن مصر يوقفة للتحاد الأوروبي شايفة إن مصر اللي وقفة لكن بكل ألم وبكل أسف تاني بكل ألم وبكل أسف أنا لا أحب و أنا بقول يعني خليني أحط خطة عريض وعنوان أنا لا أحب منذ زمن طويل إني أعلق على مزيع زميل مقدم برامج كاتب صحفي كبير إلى آخر لا أحب أن أعلق يعني أنا عندي دايما سياسة النقي بالنفس لكن ساعات أنت كبني آدم أولا بني آدم وأقول أنه بني آدم نفسك سوية لا تضمر شرا ولا عداء ولا ديولو وكمواطن مصري أولا وكمواطن مصري أولا و أنا دايما أقول أنا عندي كل الفخر أن أنا مواطن مصري لم أسعى في حياتي للحصول على أي جنسية في الوجود لا أنجلترا ولا أمريكا ولا غيره لم أسعى لم أفكر في الهجرة لا دلوقتي ولا بعدين أكبر تصوراتي أن أنا يوم مطلع معاش أبقى محوش إرشين أخد بيط في أسوان وأروح أقعد هناك على شط النيل يا جميل ده أكبر طموح عندي أعلم العيال أجوز العيال أحوش إرشين عشان لما أطلع معايش يسندوني كلام من ده يعني والكلام ده بالمناسبة يعرفه عني القصي وداني ماشي أما أنه نقترب نقترب لا المسألة تعدت الاقتراب أما أنه نواخد قرار أنه نحن نواصل الخبط في مصر فالواحد يشوف ويسمع ويفوت مرة واثنين وثلاثة ويلتمس العذر ويفكره ماليا وبعدين الواحد يقدم رجل وبعدين يأخر رجل طب الواحد يكتب ولا يعلق ولا يعمل إيه أنا رجل ماليش في السوشال ميديا وما حبهاش وبالتالي ما عنديش فرصة حتى أكتب 140 حرف على السوشال ميديا ما عنديش فرصة أكتب كلمتين على فيسبوك ما بحبهاش أقدر أفتح أكاونت بكرة زمان كان عندي أكاونت على تويتر ده كان زمان قفلته سنة 17 قفلته عملت له دي اكتيفيشن كان عليه ثلاثة ونص من يوم بني قادة موقتان أنا رجل كافر بالسوشال ميديا أنا حر لكن فعلا لما أبقى شايف العالم كله بيثمن الدور المصري في هذه الأزمة الطاحنة اللي بتمر بيها فلسطين المحتلة وابقى شايفة أن العالم كله مقدر الخطوات اللي بتقوم بيها مصر لأجل هذا الوطن هذا الشعب الناس مصر بتشتغل لنفسها ولأجل أمان المنطقة العربية بالكمال بس أستاذ عمر أديب مش عاوز يشوف ده تانية نخد بالك أنا بقول إيه الأستاذ عمر أديب الأستاذ عمر أديب هو صاحب الخبرة الأطول في برامج التوكشو حبينا ده ما حبيناش ده ده واقع وليس بيني وبين الأستاذ عمر أديب وهو يعلم ذلك جيداً أي خصوم على الإطلاق بل بالعكس بيننا ود حتى لما جوز ابنه خالد بعتله ألف مليون مبروك بيننا ود أزيدك من الشعر بيت وبيننا علاقة طيبة لكن لا أتدخل في شغله ولا أعلق عليه زي ما أنا ما بحبش حد لا يتدخل في شغلي ولا يعلق عليه لكن نصل لمرحلة إن أنا بقالي أكتر من سنة أشوف الحلقات أو مقاطع الفيديو بتاعت الأستاذ عمر أديب في إصرار شديد إصرار شديد على ضرب المجتمع المصري من الداخل التشكيك في المؤسسات المصرية طول الوقت التشكيك في أي خطوة مهما كانت إذا وصفها العالم بأنها ناجحة الأستاذ عمر يشوفها وحشة إذا حصل يا رجل ده سعر الدولار الخفض في السوق السوداء الأسبوع اللي فات الأستاذ عمر كان زعلان طب الدولار زاد الأستاذ عمر بردو زعلان طب زاد زعلان أنا فهمت طب لما انخفض زعلت ليه ليه إيه اللي خلاك للدرجات دي متداقة عم يوسف هقولك حاجة الحلقة بتاعت أستاذ عمر أديب لما كان قاعد بيتكلم مع دكتور الأسنان أستاذ سامير غطاص دكتور الأسنان سواء سامير غطاص حتى تلاقي في حاجة غريبة كده سامير غطاص ما حفظ اللقب ليس حاصلا على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية هو راجل دكتور سنان بالأساس وهنحكي حكايته بعدين هو عنده طبعا ادعاء عظيم بأنه كادر عظيم في حركة فتحه وهذا لم يحدث وبالمناسبة قبل من أستاذ سامير عشان هو بتاخده يعني إيه الجلالة وبتاخده العصبية وبينفعل وبتاع أنا ابن مصطفى الحسيني وأنا السندوق الاسود بتاع مصطفى ومش ولا واحد من إخواتي بالمناسبة أنا والقيادات التاريخية الباقية من فتحه حتى اللحظة يعرفون ويعلمون جيدا إن يوسف يوسف ده المأمون أنا بجيبها لك على بلاطة وده مش الاسم الحركي يعني ما ليش اسم حركي ده المأمون أنا السندوق الاسود بتاع مصطفى الحسين أوراق فتح عندنا فتعالي بعد كده شوية أستاذ سامير هنتكلم